الله الله صنية رؤاء ناشف بالحليب ما شفتيش في طعامتها يا جماعة رؤاء الناشف مش لحم وفرومة وبس العيال عايزة تحلي ومعنديش غير كيس رؤاء ناشف مركون فوق التلاجة اسكت عملت بيه حتة صنية تحفة تعالى اقولك ازاي تحلي من غير فلوس كتير بس قبل ما يبتدي شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع اصحابك واخيرا كيس الرؤاء نزل من فوق التلاجة وقررت عمله مش عايزة عمله لحم وفرومة خالص وفي نفس الوقت مفيش فاكهة في التلاجة وعايزين حاجة مسكرة ناكلها اخر النهار وانتو عارفين بقى الرؤاء الناشف ده مشكلة في البيت لازم نحطه في حتة عالية ويا بنتي حسب لا يتخبط حسب للرؤاء يتكسر تعالي بقى كده بالرؤاء المكسر والسليم اللي عندنا هنعمل صنية تحفة يلا بقى فردنا الملاية وتعالي نشوف تشريب الرؤاء هتكون عبارة عن ايه معايا كده فنجانين صغيرين من الحليب هم فنجانين بس كده من كيلو اللبن اللي غليته حتى لا نبكي على اللبن المسكوب ومعايا بقى كده تلات معالق كبيرة هرمية من السكر البودر انا على طول قمت طحنا شوية سكر بودر عشان اشتغل به ويسرعلي الموضوع على طول ومش لازم سكر بودر يعني تقدر تستخدم السكر العادي لان قصلا احنا هننزل بمية سخنة مغلية كده فهيدوب لنا السكر وكل حاجة بصي بقى شوية مية حلوين كده على الحليب تقدري طبعا تسقي بحليب سخن تقدري تسقي بمية بس انا بقى عملت الميكس بين المية والحليب عشان الرؤاء نفسها تبقى مسكرة وفي نفس الوقت تديني طعم حلو لازم طبعا الخليط ده يبقى ساخن جدا عشان الرؤاء بتاعتك تطرى وهو ده المطلوب وعلى طول بابتدي بقى وماشى جنبي كده ابتدي امشر الرؤاء اللي انا بليته بالشكل ده ودي مش اول مرة اعمل معاكم الرؤاء الناشف قصام في حالو عملناه قبل كده مربعات وقفلناها وبعدين حمرناها في السمنة وحطينا فوقيها بقى صصات وكمان حطينا ايس كريم ان شاء الله هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق واعتقد كده كلنا كشعب مصري كاننا من ايد امهاتنا الرؤاء ده بالسكر وشوية حليب بجد مفيش في جماله يلا خلصت كده كل الرؤاء زي ما قلتلك حوالي 8 رؤاءات 9 رؤاءات وجي دور بقى السمنة البلدي لازم يا جماعة سمنة بلدي هي اللي هتديه طعم لان الرؤاء في الاخر شوية دي ومية وفي صنيتك بقى ابتدي رس الرؤاء عكس بعضه بالشكل ده وهحط واحدة في النص طبعا الرؤاء طيع ولاين جدا معاكي لانه طبعا احنا بليناه فهو سهل جدا نكتفرديه في الصينية هنا طبعا جوزي داخل مطبخ بيقولي انت بتعملي ايه فنسيت احط سمنة قلت له انت نستني احط ايه وانت امرأ ابني سبني يا عم الحج المهم صلحت الموضوع وبقيت بقى ايه اتخر كده في الرؤاء وادهن سمنة ضروري يا جماعة تدهنه سمنة لانه بعد التسوية انتوا عارفين الرؤاء ده عشان يدي طعم حلو لازم لازم سمنة لازم أساسي ولازم تحطي كمية كويسة خلاص كده في النص بقى عندي فراغ بقى تحشي اللي انت عايزاه انا طلعت بقى من درجة تلاجة شوية سوداني جوز هند وزبيب عايزة تحطي حاجة تانية براحتك ايه ممكن احطه يا موريا انا ممكن تحطي كاسترد ممكن تحطي اشتا كدابة ممكن تحطي نوتيلا يعني الموضوع واسع قدامك اتعاملي معايزة ما انت عايزة هبتدي كمان احط كده من السكر البودر حوالي 4-5 معالي كبار لان طبعا الرواق ده مبقاش مسكر خالص فلازم احط طبقة كويسة من السكر عشان قلبه يكون مسكر وهبتدي بقى اقفل عليها كويس وبرضو لازم اورق ما بين كل طبقة والتانية بسي انا عايزة كترقبي كده كمية السمنة اللي انا حطيتها يعني حوالي نص الكمية اللي كانت في الطبقة او اكتر شوية دلوقتي بقى حطيت رؤاقة فوقي على طول السوداني والجوز الهند وهبتدي بقى اسيب الرواقتين اللي هم السلام او اللي مش مفتفتين هسيبهم بقى للوش يا جماعة خطيرة سهلة يعني زي بقلتلك طعم السمنة الجميل كده مع الرؤاء خاصة ان احنا هنحرمشها في الفرن والله العظيم تحفة يعني هي كانت طرية ومحرمشها في نفس الوقت بسي بقى هبتدي اجيب الرؤاء السليمة اقفل بيها كده بهنا من السمنة ما ننساش وهبتدي اجيب الرؤاء الاخيرة واقفل بيها الاطراف كويس وفي نفس الوقت انا كنت مشغلة الفرن على اعلى درجة حرارة طبعا الرؤاء لازم يخش على درجة حرارة عالية جدا عشان عايزين يرقار مش كده ويدي لون حلو خلاص كده قفلت الصينية هبتدي اجيب السمنة وهدي كمان فوق الوش الدهنة الاخيرة من السمنة حبايب قلبي رأيكم بيهمني جدا جدا وبقرأ كل التعليقات واكتبيلي جربتي الرؤاء الناشف ده بطريقة حلوة قبل كده ولا لأ بحبوكم في اللا ما تنسوش دعموني بأجمل لايك اللايك مهم فعلا بيفرق معايا في التشجيع واستمراري في تقديم الوصفات دلوقتي بقى هعير كوباية كبيرة كده من الحليب المغلي هحط عليها قد خمس معالق كبيرة من السكر وهنا بقى كمية السكر تقديرية يعني انا شخصيا ما بحبش الحاجة تبقى مسكرة قوي فقللت السكر انت تقدر يتزاودي براحتك وطبعا انت بتدقي الحليب انا عايزا يبقى مسكر جدا جدا عشان طبعا ايه هو ده اللي هنسقي بيه الرؤاء لان ما فيه الشربات كمان حطيت راشة فانيليا كده مع الحليب الساخن بتفرق جدا جدا في طعمه راحة الرؤاء كمان تقدر تسقي الصينية دي بالحليب المكسف المحلى المنزل اللي بتعمليه او الجاهز وعملناها قبل كده في صينية الجلاش الحلو اللي عملناها مع بعض خرقتوا بقى كده ما شاء الله بصي عشان واحد سامنا مزبوط اللون بتاعه موحد والحليب لازم يكون سخن مغلي سخن مغلي هننزل بيه كده وما يشرب كله صدقيني هيفضل مقرمش وطاري في نفس الوقت خطيرة خطيرة اللهم بارك كمان لو انت هتعملي في بايركس زي كده خلي بالك ماينفعش الصينية تبقى سخنة تروح يحط عليها حليب بارد مش هينفع هتلاقي الصينية على طول انفجرت البايركس ماينفعش تغيري درجة حرارته مرة واحدة ماينفعش يبقى فيه حاجة ساخنة تحط عليها حاجة بردة بصوا يا جماعة اتحول معايا كده لفطير فطير مسكر لذيذ والله العظيم طحفة كأنفتطر كده اللي عمله ما شاء الله طريقة خطيرة للرؤاء ان شاء الله تجربوها وتعجبكو عايزة بقى سكر اكسترا سكر زيادة رشي بقى للي عايز سكر بودر حط في اي صصات انت عايزاها خطيرة فطيرة حلوة كده في عشر دقايق كمان لو بتحبيه مقرمش قوي سيب الصينية تبرد وسئلة بنبالد مفيش اي مشكلة حبيب قلبي بحبكم في اللا ما تنسوش متابع للصفحة عشان يوصلكو كل جديد بنزله كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله